العلم الثاني يسمونا بالتوكسولوجي ستاديز اللي هو علم دراسة السمو بالتوكسولوجي ستاديز شرح يدرس هنا طلاب نانا نفس الشغلة رح ندرس ايضا الـ Exposure تمام Environmental Exposure عوامل التعرض على مود شنو على مود شنو نحدد الـ Outcomes رح ندرس شنو الـ Healthy Outcomes يعني شنو رح يطلع بالاخير شنو النتيجة الـ Outcomes تمام فرح ندرس شنو إذا تعرض إلى عوامل بيئية ورح ندرس شنو طلاب رح ندرس الـ Outcomes شنو الآخر شي اللي هو يؤدي إلى Specific Healthy Outcomes شن الـ Outcomes بالاخير ش رح يصير عندنا إذا تعرض مثل إلى Chemical Factor إذا تعرض إلى Physical Factor إذا تعرض إلى Biological Factor شن الـ Outcomes شن النتيجة بالاخير تمام هاذا التوكسولوجي هو رح يدرس هيتشي بس الشي اللي أحسن من الإبديميولوجي إنه عنده شنو يطبق عليه من يطبق عليه من يطبق عليه عن الـ Animals تمام؟ عنده تجارب حيوانية يتسوي التجارب العديد من التجارب يقدر يطبق أكثر من تجربة ليه شنو يطبق عليه من تجارب مختبرية على الحيوانات وبعدين شنو علمودي يعرف تأثيره على الإنسان فـ It's mean that to understand the possible healthy outcomes علمودي يفتهم الأوتكمس بالإنسان إن the human رح يطبقها وين؟ إن the animals تمام؟ رح يطبق الأوتكمس علمودي يفتهم الأوتكمس إن the humans رح يطبق التجارب عليهم على الأنيمولز فشافوا إنه هاي التوكسولوجي has advantage إنه عدها فائدة شن فائدتها؟ إنه هي able to conduct randomized controlled trials تمام؟ randomized controlled trials عندها تجارب شبيها هالتجارب؟ سوى تجارب عشوائية كيف يعني؟ تمام؟ تقدر يستوي تجارب عشوائية مسيطرة عليها عليهم من على الأكسبرمنتل يسمونها الدراسات المختبرية الأكسبرمنتل ستادي because can use animal subject تقدر تستخدم الحيوانات كوسيلة أو كعلمة كمادة بهذه الاختبارات مالته يعني عكس علم الابديميولوجي علم الأوباتشل ما يقدر ما يقدر يطبق مات التجارب عليهم على علم الحيوان صح طلاب أكو اختلاف رح يقول له الدكتورة يعني هسنا منطبق تجاربنا على الحيوان نفس هالنتاج رح تجي فتحة للإنسان؟ لا يعني هناك اختلافات عديدة ما بين علم الإنسان وعلم الحيوان تمام؟ لذلك شافوا أنه there can be a lot of uncertain تمام؟ هناك أكو شيك أكو عدم اليقين تمام؟ من نجي شنو نفسر أنت؟ Britain's the result of animal من نجي نفسر أو تمام؟ النتائج اللي رح تطلع على الأنيموز نجي وين نفسرها؟ نفسرها على الهيومن ها يغطي على الإنسان تمام؟ إن شو أكو فتشنو أكو فتدهواي شنو أكو فتدهواي أشياء رح نبقى شاكين بيها رح شنو أنت سرتين تكون غير متأكدين بيها تمام؟ تجيني من ين اللي حصلناها من result of animal استادي من أجي آني شنو أطبق على الهيومن ها يغطي تمام؟ فعلم التوكسولوجي شباب علم التوكسولوجي بفائدة إنه هو شنو نقدر نطبق عندنا في الشنو عندنا في الـ Randomized Control Trials عندنا في التجارب عشوائية تمام؟ بسبب إنه شنو نستخدم الأنيموز نستخدم الحيوانات أس كي شنو سبجكت هذي شغلة الشغلة الثانية there is difference yes there is difference between أنيموز and هيومن وأكو ها اختلافات من أجيسة وانتربرتنج تمام؟ interpreting the result أقدر أشوف هنا هوا اختلافات ما بين إنسان والحيوان يعد أفضل منيين من العلم الإبديميولوجي علم الإبديميولوجي كان التجارب مالتها محدودة أكو فا دلميتيشن بالتجارب مالتها ليش؟ لأنه هو كان يستخدم التجارب مباشرة على عليه من على إنسان الاختصاص الثالث طلاب اسمه Exposure Sense تمام؟ Exposure Sense هو علم التعرض تمام؟ رح ندرس شنو Exposure Sense Study Human Exposure to Environmental Contaminates by both Identifyings and Quantify تمام؟ Quantifyings, Identifyings and Quantifyings The Exposure تمام؟ هذا التعريف مهم تمام؟ هذا التعريف مهم هذا العلم رح يدرس أيضا كله رح ندرس إحنا Human Exposure التعرض الإنسان المن يتعرض الإنسان المن Exposure ما التعلم يتعرض للإنفارومنتل شنو Contaminate تمام؟ Contaminate اللي هو التلوث تمام؟ إلى المواد الملوثة Chemicals, Biologicals, Physicals كل شوين عيدة هذه شنو هذه العوامل تمام؟ من خلال Identify ونقياس نحدد ونقيس Exposure Identify and Quantify Exposure Sense هذا Can be used شو طلاب هاي مهمة الملاحظة لسه وراء ما حفظتوا التعريف هاي الملاحظة مهمة إنه Exposure Sense هذا العلم علم التعرض ممكن إنه يسوينا Support المن للإنفارومنتل إبديميولوجي ممكن يدعم منه يدعم الأول تخصص اللي هو منه الإبديميولوجي environmental إبديميولوجي شلون دكتورة By Better Describe Environmental Exposure من خلال يوصف يعني فائدته ومن اسمه Exposure يوصف Better Describe يعني الوصف الدقيق أحسن وصف ممكن يوصفها هو هذا التخصص Exposure ممكن يوصف لك Exposure يوصفه وصف تمام ممكن Better Describe المن Exposure Environmental Exposure وهذا يؤدي إلى أنه شنو يؤدي يخلينا أنه شنو نعرف الأوتكوم healthy outcome فهذه فائدته يسوينا Better Describe يوصف تمام الوصف الدقيق أفضل وصف تمام المن للأكسبوجر وبالتالي رح يؤدي المن ممكن نعرف شنو نعرف الهيالث outcome فممكن هذا شي يسوينا طلاب يسوينا support المن للإبديميولوجي تمام الانفيرومنتال إبديميولوجي فقل identify common exposure who's the healthy outcome may be better understand the toxological study شن قصد هنا شنو طلاب هنا نقلكم identify common exposure who's healthy identify common exposure who's healthy outcome may be better understand من خلال toxological studies يقلك صح نحن جدنا يقلنا ممكن أنه better describe exposure ممكن أنه يوصف يعوى exposure sense بس طلاب المقارنة يقلك identify common exposure تمام ممكن أنه اللي عالم نعرف outcomes ممكن نكون better understand مفهوم يعني نقدر نفهم بشكل أفضل من خلال toxology study تمام يعني ممكن أنه علم السموم toxology study رح يطيك better أمام understone ينطيك فتفهم أفضل من علم exposure sense تمام زيان فهسا شنو الملاحظة المهمة الملاحظة المهمة لازم تعرفوها exposure sense exposure sense علم التعرض هذا رح يطينا فتسبورت المن لل environmental epidemiology من خلال أنه يوصف better describe exposure علم شنو علم يؤدي يعني نعرف outcome healthy outcome بس شافوا identify the common exposure علم أحدد common exposure وعرف وعرف outcome can better understood by the toxological study يعني مقارنة ويعلم السموم علم السموم يعتبر أفضل طلاب يعتبر أفضل or can be use or can be used أو ممكن أني أستخدمه تمام in risk assessment to determine the current level of exposure تمام ممكن أني أستخدمه على مود أحدد المستوى الخطر تمام الحد المواصبيين ممكن نشوف أنه نقارن أنه بوقتنا الحالي current level اللي جاينا نتعرض إلى العوامل الكيميائية physical تمام biological أنه هذا التعرض بالوقت الحالي ممكن تكون تجاوز على مود نعرف أنه حالة risk تمام فممكن نستخدم exposure أنه يقيم لك risk assessment يقيم لك شنو الخطر فالexposure since has advanced أنه able to very accurate صح أنه كل دقيق على مود شنو quantify يحدد لك exposure to the specific chemical generate تمام لكن ما رح يولد أي معلومة تمام ما رح ينطينا شنو أي معلومة تمام فالمهم بهذا السلاة طلاب أول شي تعرفون exposure since رح يدرس لك exposure between يعني هو environmental exposure and human healthy على مود نعرف آخر شي outcome تمام عرفنا أنه exposure هو هذا سنز رح يسوي لك support المن لتخصص الأول اللي environmental epidemiology صحيح هو accurate وكل دقيق بس مقارنة ممكن نحن نحتمل على toxology على مود نفتيه بشكل صحيح better understand exposure ممكن نحتمل على toxology studies تمام قال لك آخر شي الملاحظة قال لك إنه very accurate but doesn't generate any information ما رح يولد أي معلومة environmental engineering تمام environmental engineering اللي هي الهندسة البيئية ممكن تكون scientific and engineering principle for protections يعني نستخدم هاي الهندسة على مود شنو حماية ال human populations على مود نحمي تمام طلاب على مود نحمي السكان human population من نحميهم نحميهم من effect of adverse environmental factors هي العوامل اللي نعرف تمام فإحنا شنو نسوي نفس الهندسة طلاب يعني هذي هذي هنانا نسمي هالهندسة على مود شنو نحمي بها التجمعات السكانية مثلا شون دكتور هندسة يعني الهندسة انه مثلا نقول انه نخلي هاي البنايات كلها بنايات سكنية هنانا هذي التجمعات تكون هاي عبارة عن كلها بنايات سكنية ونخلي في قطاع خاص تمام انه من خلال الهندسة طبعا نخلي قطاع خاص المن هاي كلها المصانع وهاي المواد الكيميائية الكيميكال تمام العوامل الممكن تعرض الها الانسان فشنو من خلال الهندسة نسمو الهندسة البيئية ممكن انه نحمي الهيومان تمام نحمي الهيومان من نحمي من عوامل الهي عوامل الهي تمام وبالتالي راح تحسن شنو الهيومان راح تحسن طلاب راح تحسن الهيومان الهيومان يعني تكون البيئة مالتهم نظيفة خالية خالية من العوامل ممكن تأثر على صحاتهم فمن خلال الهندسة من خلال الهندسة قدرنا نحمي حياة الانسان هيومان بروتكشن الهيومان بروتكشن لماذا نحميها نحميها من العوامل العوامل البيئية تمام فهو هذا الهدف اللي هو نسميها بالإنفارومنتال إنجينيرين تمام زين إنفارومنتال لا هو آخر تخصص هذا عبارة عن لا عبارة عن شنو طلاب عبارة عن كأنما نفس الشبكة تمام عبارة عن نيتشورك شبكة أوف تريتز تمام يعني شبكة من المعاهدات من القوانين من الرغوليشنز تمام كومين عن الكوستمرز لوس من القوانين تمام واللوائح والقوانين العامة تمام راح نطبقها يعني عبارة نفس القوانين راح نطبقها على مود شنو على مود نتناول الإفكتس أوف اليوم على النتر شنو معناه هذا الحاجة معناه نانا ندخل القانون ندخل شنو ندخل القانون بالحماية الإنسان مثلا أنه ضريبة أنه أي واحد يسوه مصنع داخل التجمعات السكانية يدخل القانون هذا شنسمي قانون البيئة تمام يجب أن تكون البنايات السكانية والمناطق السكانية خاليا من المصانع اللي ممكن شنو اللي تلوث صحة الإنسان وتأثر على صحة الإنسان خاليا من الإشعار تمام فهنان شنو يجي دور القانون تمام ندخل شنو عبارة عن شنو معاهدات وقوانين تمام قوانين عامة نطبقها فممكن هذي أحد القوانين اللي نطبقها تمام اللي ممكن شنو تحمي تحمي اللي تعني من 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 التعم fug من النشاطات اللي ممكن تأثر على صحته في الانفورمات هس الطلاب حدينان خلاص هذا القانون هذي رح نحكي بيه على الخمس تخصصات ايقلك هسه احنا حصلنا حصلنا معلومات من حصلنا هاي المعلومات حصلنا معلومات من الابديميولوجي حصلنا من التوكسولوجي ومن الاكسبوجر من الأول ثلاث عوامل ابديميولوجي التوكسولوجي يعني طلاب ثلاث عوامل اول ثلاثة اللي هي الابديميولوجي والتوكسولوجي والأكسبوجر ثلنا نستخدمهن على مد نعرف الرسك تمام رسك اسسمت نقيم الخطر خطر منه خطر المواد الكيميائية الاسبسيفيك الكيميكال تمام شنو هنانا نتوصل ونقيم الاخطار خطر العوامل الكيميائية الاسبسيفيك كيميكال تمام فقل لك ممكن انت بهذا الشي نقدر احنا شنو هنانا نقدر احنا نستخدم هادا نطور وننف السياسات الصحة البيئية على سبيل المثال انه مثلا الكميكال اميشنز ننظم الكميكال اميشنز البيعاثات الكيميائية تمام اميشنز اميشنز الانبيعاثات الكيميائية ايضا شنو هادا من خلال انه مصار الصرف الصحي تمام ننظم الكميكال اميشنز الانبيعاث الكيميائي تمام فهذا اول شي بقى منو عدنا بقى اخر قانونية تمام بقى اخر قانوني نقل لك الانجينيرنج الاندلاو الهندسة والقانون دني اتنين شنو دني لا دني كومباين تو بروفايد رسك منيجمت تمام دني نيشة سوانانا رسك اسيسمت دني ذاكي قيم الخطر احنا نسو رسك منيجمت يعني هنا شنو ادار الخطر يدير نحن هذا الخطر اذا اكو فدعام الخطر هذا الدول رح يشتغلون الهندسة تشتغل والقانون يشتغل القانون يجي يفرض العقوبات شنو ويزيل هاي المصانع يعني هنا ادارة تمام اكو منيجمت تمام اكو ادارة تمام والهندسة الهندسة قلناها فالإنه اللي شي اسمه والأكشنز احنا نحن أكشنز أوف انجينيرن عن دي لاو انه هي بروفايد رسك منيجمت سوينا منيجمت تمام على مدى قلل واراقب منيج تدير تعرض صحة الانسان لالنبارومنتال على مدى شنو أحقق هدف سياسات الصحة صحة البيئة تمام شوف طلا يسل تفهمون من هذا الحاج انه اول ثلاثة الايبديميولوجي اول ثلاثة اول تخصص اول ثلاثة هنا وظيفتهم هي عبارة عن تقييم الخضر تمام يعني يعني انج قد ما اقدر جاي ابسط لكم الاسلاد يعني شنو تاخذون الزبدة يعني هو يعني انتم ما تقدرون تحفظون هاته كل الحاج فانتم ما تقدرون تفهمون من الاسلاد فأول ثلاثة تخصصات هي عبارة عن يعني مجرد انه بس تقييم الخطر الخطر جقد واصل الخطر اكو خطر لو ما كوطر من خلال الدراسات العلم الاوبئة السموم مجرد دراسات مجرد انه شنو تقدر تقعد وتقيم شنو تقيم الخطر اللي شنو الخطر اللي العوامل الخطر منه التعرض المن العوامل التعرض عليه من على صحة الانسان اخر تخصصين اللو اللو القانون والهندسة تمام القانون والهندسة لاب القانون والهندسة هو عبارة عن risk management تمام عبارة عن risk management يعني هنا شنو تدير الخطر ادارة الخطر تمام تبدت يشتغل تمام تقلل من الخطر minimize تقلل من الخطر تمام monitor التراقب ودير تدير الخطر فهو هذا الفرق ما بين الخمس ادارات هذه الخلاصة ما بين الخمس تخصصات تمام هذي الخلاصة من الخمس تخصصات هنا الطلاب هذي هذي يحشي عن الانفيرومنتل هذي الاسلائد نفسه اللي حتشين قلنا عليه هذي الهدف الهدف من الانفيرومنتل الهدف من الهدف من صحة البيئة قلنا انه على مموض افاليوويتنج قلنا على مدنقيم ندرس تأثير المواد الكيميائية المصنوعة عن طريق الإنسان تأثيرها على صحة الإنسان أيضا تأثيرها على النظام البيئي وانتشار الأمراض حفو طلاب أنه من نسوي نعزل الإنسان نعزل هذه الأنظمة نقدر أحنا نستوعب نقدر أحنا نفيد نقدر أحنا نستوعب الخطر تمام؟ نقدر نستوعب الانفعار نقدر نستوعب وين نقاط الضعف وين نقدر نستوعب الخطر تمام؟ نقدر نفتهم تأثيرات نقاط الضعف المخاطر البيئية فإحنا لو اهتمينا تمام؟ بالانفعار بصحة البيئة ممكن يمتد هذا الشي ويتضمن الـ public health care الصحة العامة تمام؟ من الـ environmental هيدا الصحة البيئة ممكن شنو يصير بيه يمتد ويشمل منه الصحة العامة ممكن يوصل الـ healthy of the global economy صحة الاقتصاد العالمي تمام؟ addressing and encompassing assessment and control of air external agent حتشينا عليه لازم احنا شنو نتناول ونقيم كل العوامل الخارجية اللي تأثر على صحة الانسان اللي الـ chemicals, biologicals, physicals تمام؟ and other related factors العوامل الأخرى العوامل السلوكية تأثر عليها من على صحة الانسان تمام؟ الـ target remains أيضا حتشينا عليك إن الهدف مالتنا هو creating healthy support environment تمام؟ healthy support environment خالية من الأمراض disease prevention program أكو برامج وقائل الأمراض بس شنو نستبعد نستبعد genetics exclude هذا حتشينا علينا ركزنا عليها genetics والـ social والـ culture تمام؟ البيئة الحضارية والاجتماعية وأيضا السلوك الجيني environmental healthy هذا مهم للطلاب حتشينا قلنا رح ناخذ بهاي المحاضرة اللي هي indicators شنو المؤشرات الصحة يعني شنو الأشياء اللي ممكن نشوفها بالبيئة عدنة وتعتبر هي مؤشر علم للصحة تمام؟ إنه هذا الشي مؤشر يقل لك إنه شنو هذا مؤشر للصحة فيجيب لك سؤال ممكن what is the indicator تمام؟ ممكن يجيب لك سؤال what is the indicator شنو المؤشرات هذا السؤال المهم شنو المؤشرات احنا عدنا في the three categories عدنا ثلاث أصناف من المؤشرات الصنف الأول نسميه بالhealth impacts تمام؟ الصحة تأثير شنو؟ عدنا طلاب الصنف الأول نسميه شنو بالhealth impacts اللي هي شنو التأثيرات الصحية تمام؟ تأثيرات الصحة air quality تمام؟ air quality نوعية الهواء الهواء شلون شلون كفاءة الهواء and نشوف من خلال water and salutation يعني من خلال من خلال الصرف الصحي من خلال الووتر من خلال المياه نقدر احنا تعتبر هذي مؤشر نعتبر الماء هو مؤشر للصحة من خلال الهواء الهواء ملوث أو ما ملوث من خلال الهواء يعتبر هو مؤشر للصحة من خلال healthy impact تمام؟ الصحة تمام؟ من خلال الماء؟ من خلال هاي الـ three categories نقدر تعتبر هذي الـ three categories هنّا indicator تمام؟ For environmental health For health impacts categories include the environmental risk exposure indicator تمام؟ شنو الاهم مشاكل بالصحة تمام نبدي مننا عدنا البوليوشنز التلوث عدنا الديفورستيشن الديفورستيشن ازارة الغابة disease hazardous waste تمام hazardous waste اللي هي النفايات يعني الخطيرة تمام hazardous waste اللي هي النفايات الخطيرة community understand on the six اللي هي climate changes تغير المناخ دني هنه the six major healthy problems هنان طلاب رح نحتي على major healthy problems تمام رح نحتي على المشاكل الصحة هس اللي عددناها رح نبدي نحتي عليه ونشرحه اللي هنه major healthy problems المشاكل الصحة مشاكل الصحة الاساسية تمام المشاكل الصحة اللي تعتبر هي الميجور تمام L types كل أنواع البوليوشن تمام البوليوشن التلوث عندي الenvironmental concerns الenvironmental concerns are interlinked to the influence one another يعني شافوا أنه التلوث وكل التلوث البيئي والشواغل البيئي أنه متداخلة واحدة تأثر على الأخ داخلة بين بعضها البعض فإحنا لو نحتاج أنه شنو يعني يجب يعني نعالجها سويا نحلها سويا تمام فبما أنه هي متداخلة interlinked togethers فإحنا شنو لازم نعالجها سويا فعلى الفيروس الاستاك خولجر along with the community دول اللي هما يشتغلون العاملين بالصحة أصحاب المصلحة تمام عليهم أنه يشتغلون سويا يعني work together على ما تقللون من environmental impact من تأثير البيئة على صحة على البابل كيف على الصحة العامة تمام فعليهم أنه شنو يشتغلون سويا تمام أول مشكلة طلاب هي تغير بالمناخ أول مشكلة هي تغير بالمناخ تمام يعني شنو تغير بالمناخ هي هذه الصورة يعني المناخ يبدأ شنو عندنا المناخ تبدي تتغير شنو نعد شنو سبب بالبداية هي هي غازات هي السبب غازات الاحتباس الحراري فشافوا أنه غازات الاحتباس الحراري ممكن أنه تحبس حرارة الشمس تمام ذات شنو كأنما تحبس حرارة الشمس وبالتالي شرح يصير عندنا وارم السيرفاس of the earth تمام شنو الدف في سطح الأرض رح تزداد أكثر شي حرارة منه حرارة المحيط تمام حرارة المحيط ذات افكت علي المارين هابيتيت تمام فإنه شافوا ممكن يؤدي هذا الشي إلى ارتفاع بال شافوا ارتفاع مستوى البحر تمام ارتفاع مستوى البحر هذا الشي رح يؤدي إلى تقليص الأراضي تمام ذات ارتفاع مستوى البحر ممكن تقلص الأراضي ممكن صرح عندنا شنو عندنا ماس فلودز ممكن صرح عندنا فياضانات حوادث الطقوس تمام ممكن صرح عندنا حوادث الطقوس ممكن ماس الفلودز تمام الفياضانات ممكن شرنك شرنك ممكن تقلص الأراضي فشافوا أول نقطة طلاب هي المشكلة الأولى تغير بالمناخ بسبب هو السبب التغير بالمناخ هي الغازات الغازات الاحتباس الحرارية تمام غازات الاحتباس الحرارية فشافوا أنه الغازات ممكن تغير المناق تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة المحيط تؤدي إلى ارتفاع درجات سطح الأرض تمام فهذا تؤدي إلى تغيير بما تغيير وتؤثر على الأنظمة البيئية النقطة الثانية اللي هي التلوث تمام المشكلة الثانية من المشاكل الصحة اللي هي التلوث تعتبر هي من أحد الأسباب الأساسية تمام أنه المخاوف البيئية تمام متعلقة أيضا بتغير المناخ كل أنواة طلاب التلوث التلوث القصد بالهواء التلوث بالماء التلوث بالتربة تمام التلوث الحراري التلوث يعني كل شي兒 تمام يعني كل الأنواع الووترز الإير الصود الريديو الاجت في الإشعاع النويز التلوث الضوضاء اللايت تمام الثيرمر الحراري بوليوشن أفكت على الانفارولمنت كل أنواع التلوث ممكن تأثر على البيئة تمام تلوث الماء تلوث الهواء تلوث التربة تلوث الإشعاع الراديو أكتيف تلوث الله الليت الضو الثرمال تلوث الحراري كلها ممكن شنو تأثر على الانبارامن فالبولوتين and the degraded air تمام the polluting and the degrading air degrading air soil and the waters quality quality along with the global warming and the climate changes has detrimental effect on the public health فشافوا انه انه تلوث وتدهور الهواء والتربة والمياه ذلك كلها اضافة للاحتباس الحراري وتغير المناخ ممكن تكون لها شنها اضرار كلها تكون لها اضرار عليما على الصحة العامة the waters the waters and the air pollutions هل اللي مهمات يعني بس الماء والهواء من يتلوثون is the huge concern causing financial strain سموها بالfinancial strain and danger to the human and the marine life شو قصدنا يعني صار عند التلوث اللي راح يصير لا يعني التلوث اللي راح يصير بالمياه والهواء ممكن شو يكون يكون ممكن يسبب لنا في الضغوطات مالية تمام ممكن يأثر حاليا من على الوضع المالي causing financial strain undangerous ممكن يكون خطير بالنسبة للمن الحياة البشرية والبحرية سوية الحياة البشرية والحياة البحرية the human life and the marine life تمام and the marine life فتكون هي huge cause financial strain ممكن يتأثر على الوضع الإداء الوضع الاقتصادي تمام الضغوطات مالية وخطر على حياة البشرية والحياة البحرية فلذلك لازم نحن ننفذ allows on the strict regulations نلتزم بالتنظيمات والقوانين تمام نعلم البيبول نسألهم education تمام نحلمهم on the cause and the effect of the pollution of the pollutions عن أسباب التلوث تأثير التلوث avoid the damage to the valuable resource على ممكن نتجلب الدمج الممكن الأضرار اللي يصير بالموارد القيمة تمام deforestation تمام deforestation اللي هي ازالة الغابات ازالة الغابات طلاب يعني يعني راح ذول اللي يدمرون النباتات والأشجار تمام ممكن يحرقون الأشجار destroying تدمير plants and the tree الأشجار اللي هاي كل هاي دور بالصحة تطين الأكسجين تمام تحافظ على نظافة الهواء تمام فالprovide أكسجين هي تعتبر أيضا هي الأشجار كلها تعتبر أنه تطينها أكسجين نفس الوقت أنه تعتبر هي مصدر للغذاء food and waters and حتى هي medicine to the public حتى أنه تستفاد بها بالmedicine بالطب فشافوا أنه من نجي احنا ندمر هاي الغابات لها دور كلش كبير تمام لتطينها الأكسجين الفوت الواتر المدسين to the public ممكن أيضا اللي هي natural world fires تمام حرائق الغابات اللي تعتبر هي illegal يعني الحرائق اللي هي الغير القانونية and the agriculture practice ممارسات الزراعية and the harvesting of the mass اللي شن معنى دول اللي هما يقطعون الأشجار كميات كبيرة amount of the timber يعني كميات كبيرة من الأشجار يستخدمون for commercial for commercial يعني يعني شنط اللي هما يستخدمون يقطعون الأشجار على مد التجارة يعني ممكن يبيعون الخشب تقطيع الخشب هذا يستخدمون يقطعون كل الأشجار ويبيعون الخشب يعني يستخدمون بالتجارة تمام استخدام التجارة فشافوا أنه حرق الغابات تمام الممارسات اللي نسوي بالأراضي الزراعية قطع الأشجار استخدام بالتجارة كلها هذي جاي تقلل من forced تمام تقلل من forced من الغابات تقلل من الأكسجين تمام وزيد بنفس الوقت من الغازات الاحتباس الحراري تمام وهذا كلها تعتبر تمام علامات خطر كلها هذي معدلات شنو تشير بالخطر فلذلك زالة الغابات تعتبر هي من أهم المشاكل بالنسبة للبيئة تمام بايو دايبرسيتي إنكلود استينشيال موس كومبليكس عن فيتال فيتشار تمام يقلك إنه هذا التنوع البيولوجي ممكن يشمل المور يكون كلش معقد عن فيتال فيتشار صفات حيوية تمام الإيكو سيستم التي تجعل الإيكو الإيكو سيستم بخطر بخطر بالنسبة للغلوبال ومشاكل 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 شون قذب هذا الحاجة قذب إنه هذا التنوع شافوا إنه هذا التنوع البيولوجي اللي جاي يصير تمام ممكن يكون بشكل يكون أكثر تعقيدا تمام يكون كلش معقد معقد تمام الخصائص المميزة الخصائص الحيوية تمام تخلي كلها تخلي الانفيروميت تكون معرضة للخطر تمام مع إنه تزداد ممكن ظاهرات الاحتباس الغلوبال ورمين ظاهرات الاحتباس الحراري التلوذ إزالة الغابات تمام هذا التنوع البيولوجي هو اللي جاي يحرض ممكن يخلي النظام البيئي في حالة خضر تمام الرابع نقطة اللي يطلب المتغرائشن التخفيف والسيطرة لو نسيطر على الأمراض ونخفف من الأمراض نعالج الأمراض تحتبر ممكن تأثر على الانفيرومنتال هاي وضع على صحة البيئة ميك مثلا راديولوجي كوبيشنال اندسترال هيجين نظافة المنطقة نظافة من النظافة المهنية نظافة من ناحية الصناعة الووتر يكون لازم الووتر السيف يترينك الووتر المياه تكون صالحة للشرب تمام سيطر على الأمراض الأمراض اللي تنتقل الأمراض العدائية تمام الأمراض المعدية والأمراض الغير المعدية فنسيطر على الأمراض المعدية على الأمراض اللي تنتقل عن طريق النواقل تمام تمام هاي بالنسبة للدزيز بالنسبة للهزاردس ويست اللي النفايات الخطيرة النفايات الخطرة يجب انه شنو نحن علينا إدارة الهزاردس ندير النفايات تمام الوست ديسبوز السيستم لازم عدنا عدنا أنظمة أنظمة شنو هاي أنظمة أنظمة تخلص من النفايات الجيدة relative يعني المواقع الملوثة المواقع الملوثة المواقع الملوثة التخلص 及 أيضا المنع التسرب التسرب من الارض أو الصهاريج اللي هي الستوريج الخزانات أو الصهاريج الستوريج تانك تانكس والإمرجنسي رسبونس والبرمانتشن أوف ريليز أوف هزارت ماتيريز هاي كلها على متشنو نمنع انو تبدي تتسرب هاي المواد الخطرة المن إلى الانفارمت للبيئة هادا شي كليش انسانشا كليش ضاوري انو لازم شنو المنجمت نحتني بمن بالانظمة اللي هي الويست دسبوزال سيستم انظمة تتخلص من النفايات ها نمنع التسرب اللي يصير هاي كلها على مو نحافظ انو منخلي ريليز أوف هزارت ماتيريز انو توصل للبيئة توصل للانفارمت فش نحسن نحسن الويست منجمت سيستم الانظمة الخاصة اللي تتخلص من النفايات هاي كانو بريفين the possibilities of بوليوتنج ناشرال ريسورس ممكن انتو حمينها ما تخليني انو شنو البيئة تتلوث بوليوتنج ناشرال ريسورس and triggering the separate of وايضا تقلل من انتشار الامراض شوفوا طلاب هزا انتم شنو عليكم صعبات النقاط بالبداية انتم باسم شنو انتم تعرفون شنو المين المين major هيارتي problems اللي هي تقدم المناخ التلوث ازالة الغابات الغابات صح لو لا فلذلك هزا رح يصير عندنا شنو تغير بالمناخ هذي النقطة الاولى مثله التلوث التلوث قلت لكم التلوث بالهواء سواء بالجو بالماء بالراديو اكتيب الثيرمال air pollutions النايز بوليوشن الراديو كل هن ذن لمصادر التلوث ممكن يتأثر ايضا على الانفيرومت تمام تأثر على الانفيرومت تمام فقلنا انه الووترز عند الار بوليوشن ذنة بصورة خاصة اللي ممكن يعتبر انه فينشياز سترين يأثرا عن الوضع المالي دينجر تو ده يومن آن ده مارين لايف تمام بعد شن تركزون على الغابات قلناها الغابات شن فائدة انه تطينه اكسيجين تطينه فوت تطينه حتى ميدسن آد ووترز ولذلك انه ازالة الغابات الفائر حرق الغابات تمام حرق الغابات وازالتها واستخدامها بالكوميرشيال بالكوميرشيال بالتجارة ممكن هذي رح تأدي الى شنو دكريسيس بالفورس بالغابات وتؤدي الى زيادة احتباس الحرار وبالتالي هذا يعتبر في الشي دينجرس تمام يؤدي الى شي دينجرس بالنسبة للديزيز بالامراض ايضا لازم شنو تطلاب انسيطر انسيطر وانعالج انسيطر حليما على الامراض اللي هي سواء تاند كومين كايبولز او نون كومين كايبولز الامراض العدائية الامراض الغير العدائية تمام انسيطر ايضا على الهيجين على النظافة على الدرينكين سيف درينكين ووتر على مياه صالحة للشرب تمام اخر نقطة هي الهازارد ويل الويست هي اكثر شي لازم نحط انظمة لتخلص من النفايات تمام التخلص من النفايات يسموه الويست disposal system انظمة تخلص من النفايات ايضا معالجة الكنتامنية سايت ريميديشن البريفينت نمنع الليكيج فروم اندر قرام نمنع التسرب ايضا ستورج تانكس تمام هذي كلها على وشنو نمنع الويست بريدكت ان توصل الويست للانفايات توصل للبيئة تمام توصل في الحس نحاول حسن الويست منجمة system خلفت انظمة 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 للنفايات تمام انظمة انظمة للنفايات تمام هي هاي الفكرة بالعادة الطلب يعني هنا كل شي صعبات عليكم الحفظ مالة صحيح بس انت تحاول انه مثلا من كل نقطة تفتين الخلاصة ملعدها وتلخصها مثلا بتلتسطر تلخصها بسطر تمام يعني مو شرط انه تكون محاضرة كومكوب بيس وخاصة المحاضرة يعني تتشوفوها كلها تحشي عن البيئة والتلوث وهادي في كل شي تتشوفوها صعبة كأنما لنحشي جغرافية تمام هنان طلاب رح نحشي عن الانفارومنتال هيلثي انه صحة البيئة رح تتناور كل الهومان هيلثي ريليتيد اسبيت كل جوانب الصحة الانسان رح تتناور كل الجوانب المتعلقة بصحة الانسان المتعلقة بالبيئة الطبيعية والبيئة يعني البيئة المبنية تمام رح تتناور كل شي متعلق بالبيئة الطبيعية يعني اهتمامات الصحة البيئة شن اهتمامات اهتمامات اول شي لا تم تهتم بالبايو سيفيتي شو الاهتمامات صحة تلبيه بالبداية رح ناخد انه هي البايو سيفيتي اللي هي السلامة الحيوية السلامة اول اول اهتمام هو السلامة ثاني نقطة اللي هي الدزاستر بريباردنس آند ريسبونس اللي معناه انه التأهل للكوارث والاستجابة للكوارث الفوت سيفيتي السلامة للاكل انه الحقول احتناي بالحقول والنقد اه تحضير اه تحضير او صنع الطعام تمام اه صنع وكذلك التجارة اه البيع والتوزيع وبيع الاضحمة تمام هالكل تهتم بيها هاوسنج السكن تمام السكن اللي هو السبستاندر سبستاندر هاوسنج اباتمت ان انسبكشن اوف دي جولز اند برايزون اه برايزون شو انه بالبداية تخفيض اجور السكن تمام تخفض اجور السكن اه ايضا تفتيش السجون والمحتقلات تمام انسبكشن اوف دي جولز اند برايزون تمام خاصة الاطفال اه الوقاية منين من الليد بو يازنج تسموه بالرصاص الاند يوز بلاننج ان انكلوز سمارتي جراود ايضا خرائط اه 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 سواجيه اه 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 تخطيط استخدام الاراضي اه 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 بما فيه بما فيها اللي هو السمارتي جراود النمو الذكي تمام عدنا liquid waste disposal ايضا تخلص من النفايات السائلة liquid waste يعني تخلص من النفايات السائلة تمام شون من خلال city waste water treatment تمام يعني تعالج المياه مياه الصرف الصحية تمام مياه الصرف الصحية تمام ايضا انه المياه الصرف الصحية الموجودة في المدينة ومياه الصرف الصحية الموجودة ايضا في المواقع تمام فانا تحاول انه تنظف المياه مياه صرف الصحي المجاري يعني قصدها تمام من خلال انه شون عدنا disposal system انضمة انضمة التخلص مثلا septic tank system septic tank system انه تخلي خزانات صرف صحية خزانات الصرف الصحية ايضا chemical toilets medical waste management and the disposal ايضا حدنا ادارة النفايات الطبية تمام النفايات medical waste يعني خاصة بس بالmedicine بس بالطب فاكوفيد شنو تحاول انه دائما medical waste ايضا ادارة medical waste الخاصة بمن بالmedicine تمام النفايات الخاصة بالmedicine ايضا ادارة والتخلص من النفايات الخاصة بالmedicine l-occupational طلاب l-occupational healthy l-occupational healthy صحة الصحة المهنية ايضا ونظافة المصانع l-industrial hygiene radiological healthy ايضا الصحة الاشعاعية الاشعاع التعرض للاشعاع تمام exposure to the radiation from the x-ray من الاشعاع and radioactive isotope او من النضائر المشعع تمام فنحاول انه شون طلاب اهنان تحتم ايضا بهذا المجال اللي هو radiological health تتخلص من الاشعاع تعرض الى x-ray وغيرها برامج الوقاية من المياه تمام الامراض المتعلقة بالمياه يعني الامراض اللي تنتقل عن طريق المياه الملوح تمام water illness تمام water illness preventation الوقاية من الامراض المنتقلة عن طريق المياه تمام مثلا من المياه من الحمامات السباحة من المحيط تمام من المحيطات من المنتجعات الصحية اماكن السباحة تمام ال swimming pool ال spas and oceans fresh waters bathing places تمام من الاماكن السباحة solid waste management هنا نفايات الصليبة تمام انه لان دفن النفايات او لو نتفن هل نسول recycle عادة التدوير ندور النفايات compositing and solid waste تمام transfers station تمام transfer station عادة التدوير تمام التسميد هنا عدنا التسميد والنفايات الصليبة حاول انه ننقل النفايات الصليبة سو toxic chemical exposure هي التعرض التعرض للمواد الكيميائية تمام السامة تعرض للمواد الكيميائية السامة من خلال مثلا بانتاج بالمنازل او بماكن العمل او بالهواء تمام فايضا عدنا شنو التخلص من المواد الكيميائية السامة عدنا سيطرة على النواقل الحشرات اللي تنقل لنا الأمراض مثلا البعوض تمام القوارض الضباب تمام الصراصر تنقل الباثوجين تنقل الديزيز صراحة طلاب دني ما اعرف يعني اعتقد صراحة طلاب دني يعني ممكن مهمات بس هنا شنو اهتمامات الصحة هنا دني بالنفايات بالمياه الصرف الصحة بالنفايات ممكن بالفود الأكل بالتروث الهواء بالنفايات السائل والنفايات الصلبة مرات بالنفايات الخاصة بالميدسين يعني هي اكفة هنا نجيلك according to the recent estimate يعني آخر تقديرات تشفو أنه 5 إلى 10 بالمية من ال disability adjusted life years أنه من العجز اللي فقدوا حياتهم يعني سبب الوفاة خاصة بالدول الأوروبية تمام أنه كان سببها هي environmental cause تقريبا 5 إلى 10 بالمية عند أوروبا أسباب ها أنه أسباب الوفاة هي environmental cause سببها هو fine particles في شافوا أنه السبب ما لاته هو شن الطلاب أنه هو تلوث الهواء تمام هو التلوث الهواء بالدقائق بالمقارنة بالمثل environmental exposure شافوا أنه بالنسبة للعالم الوفيات هي 4.9 4.9 مليون 4.9 مليون من الdeath تمام 6.86 مليون 86 مليون it's death globally globally نحو العالم تمام حسب بعض المواقع تشفوا أنه virus companies have been found to be hazard to the human شافوا أنه بعض شنو شافوا أنه بعض الشركات ممكن تكون خطيرة على صحة الإنسان تمام أكو بعض من الشركات راح تكون خطيرة على صحة الإنسان بالمجتمعات المجاورة تزوص perceived trait and raising this spectries of miscarriage ممكن صعدهم mutations شافوا أنه هذه التهديدات ممكن تسوي إني miscarriage إجهاض ممكن تسوي طفرات ممكن تسوي عيوب خلقية تمام هاي كلها ممكن تسبب أنها تكون خطر علي من ممكن تسوي إني cancer سرطان تمام اللي هو أكتر شي more frightened اللي أكتر شي مخيف إنمن للعالم تمام فالمهم هذي تعرفون التقديرات جست إنه 5 إلى 10% من الدف due to the environmental cost هذي إن هين إن بأوروبا نحو العالم تقريبا 4.9 مليون أو 686 مليون ديلي يوميا إنه هذا من اللوافات سببها تحرض إنمن للبيئة جست this is important يعني بهذا الإسلات بس للمهم مهم طلاب دني الgoals نفس الـ 17 نقطة هنا مضاولات وحاتش لكم بالتفصيل تجدون تحتمدون عليهم أو تحتمدون على الgoals حتش بالمحاضرة السابقة حسب الصورة كان نكون مرتبات وحلوات إنه هذا أهم موضوع هذا آخر موضوع وأهم موضوع لي هو تمام هي type of the environment أنواع البيئة رح نقسم بيولوجيكال environment وفيزيكال environment and سايكو سوش الانواء للبيئة تمام أول وحدة نزميها بالبيئة البيئة شنو البيولوجية ش تشمل طلاب تشمل البيولوجيكال فاكتر الناشر البيولوجيكال فاكتر كل شي يعني شنو مثلا شنو القصد بالبيولوجي مثلا الحيوانات النباتات البكترية الفيروسات البروسايد هي كل شي شنو العوامل البيولوجية الموجودة بالطبيعة تأثر علي ما تأثر على البيئة بالنسبة للبيئة النوع الثاني هذي ش تشمل طلاب هذي تشمل البيئة اللي ممكن تأثر على البيئة تأثر على صحة الناس مثلا شنقصة دكتور بال مثلا القصدة بال المناخ أو مثلا البنايات البنية مثل الطرق وغيرها يعني عوامل الفيزيائية وهس رح نحجح على الأمثلة بالنسبة للبيئة اللي يسختص بها من الجانب النفسي أو الاجتماعي تمام البيئة الاجتماعية والنفسية هذي تستجيب إلى يعني هذي شنو تحكس تحكس أنه استجابتنا إلى بحياتنا فهي استجابتنا تدرسها هذي البيئة تمام نبدأ من أقل سترس إلى أكبر سترس سترس إلى أكبر سترس ممكن نتعرضه بحياتنا اللي هو الحرب مثلا أو الهوملس تمام الهوملس الهوملس تمام اللي هو المتشردين أو عدهم الميجر ديزيز عدهم أمراض تمام فهذا السترس اللي نتعرض يسمونه بالسوشو يتدرسه يا بيئة يسمونه بالسوشو ايكونوميك أو عفوا بالسايكو سوشيال تمام اللي هي تعرضنا لأي نوع من أنواع السترس من أصغر السترس إلى أكبر سترس علاقتنا ويه مثلا أفراد عائلتنا تمام كله يحكس السايكو مالتنا جانب النفسي علاقتنا ويه أصدقائنا تمام علاقتنا ويه الأشخاص الأخرى والغروبات الثانية تمام الغروب تحتبر أهم جزء بها العلاقتنا ويه أهن علاقتنا ويه أصدقائنا علاقتنا ويه الأشخاص الثانية تمام وأيضا كل استجابتنا المن استجابتنا للسترس اللي نتعرض بحياتنا تمام هذا الشي رح يعلمنا شون يأثر علينا شون إحنا رح يعني جغيت مالتنا قدرتنا إنه تعامل ويه السترس اللي نتعرض عليها اللي نتعرض عليه بحياتنا تمام to the deal with the stress supportive relationships ها أيضا العلاقات الداعمة اللي تسمح إنه to better access all our innate response to respond to the stress in the positive way تمام فمكن إنه شنو تسمح لنا العلاقات الداعمة بالوصول بالشكل أفضل إنه شنو إلى جميع إلى جميع مواردنا الفطرية للاستجابة للاستجيب لأنواع السترس بالpositive way بطريقة إيجابية فطلاب هسنفهمنا الـ social economy اللي هي قلنا عليها نحكي على السترس ونحكي عن شنو أهم شي بها السترس ونحكي على our relationships our response and our relationships بين نقطتين مهمات بين نقطتين مهمات النقطة الأولى المهمة هي our response استجابتنا للسترس in our life تمام from the small stress to the large major stress المهمة اللي هي الترافك اللي هي التمبرور لنسم المؤقت لترافك جم to the major stress تمام النقطة الثانية هي our relationships علاقتنا with family members with their friends with colleagues with other individuals علاقتنا وإصدقائنا وإنناس الأخرى أيضا تدرسها هي المهمة بكتيريا ممكن الفيروسات ممكن البراسات أو الميلاريا ممكن البلانت النبات ممكن الحيوانات هي هذه البيولوجيك العلاقتها كلها رح ندرس هذه العلاقتها على الهيرثي الهيرثي بيبول تمام أيضا الفيزيكال environment الفيزيكال environment الهير الهواء الووشار السول تربة الهوسين الرادياشن الكلمات النايز أو اللايت الويست النفايات كلها هذه الفيزيكال كل الأشياء ممكن الطرق النفايات البوضاء كلها ممكن نتعرض لها حياتنا اليومية من الفيزيكال فاكترز ممكن أيضا تختص بها الفيزيكال environment آخر النور اللي هي social economic بالنسبة للسوشل ممكن تكون الفقر hunger الجوع أيضا عدم المساواة تمام هي gender equalities أو الفساد تمام corruptions under capitalism الهالثي اللي هي مثلا ذن الأمراض النفسية اللي هي psycho هذا psycho هذا psychological problem اللي هي depressions الاكتئاب أو mental stress تمام الاكسيدنط أو الملون نيوترشنز البور هاجين تمام هذا بالنسبة للسايكو social environment في طلاب يعني محاضراتكم الأشياء المهمة تركزون عليها تركزون على ذن تلق أنواع كلش مهمات logical environment physical environment and the psycho social environment ذن أنواع كلش مهمات تركزون على problems اللي هي major health problems كلش مهمات نركز على الخمس أنواع وكل نحك علي فد شوية تمام نحك علي الملاخص مات المهمة disability كلش مهمة الاختصاص عدنا أربعة خمس أنواع من الاختصاص كل اختصاص نحك علي شوية disability أيضا مهمة عدنا هنا طلاب التعاريف اللي أشارتكم ياها كلش مهمة التعاريف environmental healthy services environmental medicine تمام أشارتكم تعريف environmental healthy أكثر من تعريف كل واحد حسب شنو تمام وطبعا الهدف الهدف من دراسة environmental أيضا مهم وتعريف environment تمام فتركزون على الأشياء المهمة تحاولون أنه مثلا ما يكون copy based لأن هذا الشيء رح يتعب بكم ما رح تستفادون تحاولون تفهمون التعريف وترتبون تمام تفهمون وترتبون إن شاء الله تكونوا تستفادوا من التسجيل شكرا شكرا